التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن محسن الدعري وزير الدفاع الجمهورية اليمن والوافد المرافق له وأقيمت لوزير الدفاع اليمني مرسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع تناول اللقاء بين وزيري الدفاع عددا من الملافات المشتركة فضلا عن بحس مجالة التعاون العسكرية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن محسن محمد حسين الدعري وزير دفاع جمهورية اليمن والوافد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مرسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الاعتزاز بالعلاقات الراصخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية اليمن بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكل البلدين